اشتركوا في القناة وكمان رح نعمل بعض التمارين والأنشطة التطبيقية على اللوح بس قبل خلونا نسمع أغنية الأفجادية سوا اشتركوا في القناة 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 قبل خلونا اشتركوا في القناة 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 قبل خلونا اشتركوا في القناة 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 نعملها هون مراتينة نعملها ايد نطلع ومنعملها ومنعمل الدال اتبهتو؟ فينا نعملها هاي نحط لها سن صغير وفينا نحط بلا سن هلا الدال مع الاصوات الطويلة راح نشوف كيف بنقريها يعني حطينا الدال حطينا حد الالف شو بتصير ده اه ده اه دا دا بينما الدال كمان مع الماسكة او المتصلة مع الوا بتصير دو دو والدال المتصلة مع الياء بتصير دي فاذا الدال مع الياء دي الدال مع الوا دو والدال مع الالف دا ليه انا حطيتلكم سن هون تعرفوا ليه؟ لانه سبق قلتلكم انهم احرف بالكتاب مطبوعين منشوفهم بطريقة ولكن احنا وقت اللي بنا نكتبهم نكتبهم بطريقتين متل ما قلتلكم ممكن نشوفها الى سن وممكن ما نشوفها الى سن ونحنا فينا نكتبها عندها سن صغير او فينا ما نكتبها عندها سن فينا نتركها هايك انتو الاختيار لالكن فاذا ما تنسوا وقت اللي منكون عم نقرأ بالكتاب الاحرف بالكتاب مطبوعين منشوفهم بطريقة وقت اللي ما بيكونوا مطبوعين وقت اللي نحنا بنكتبهم نكتبهم بطريقتين سكروا هيدا الشيء فإذاً الدال المتصلة مع الأصوات الطويلة والأصوات الأصيرة هلأ فيها تكون كمان الدال المنفصلة عندها أصوات طويلة وأصيرة مثلاً أصيرة د د د د شفتوا؟ د 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 دا دو دي فإذا عملنا مع بعض مراجعة سريعة لحرف الدال وشفني كيف بيكون منفصل وكيف بيكون متصل وحتى قرني مع الأصوات الطويلة والأصوات الأصيلة ما تنسوا عجلوا كتبوهم لأنه أنا أكيدة رح ترجعوا بالبيت لحالكم تتمرنوا على كتابتهم وقراءتهم تبصيروا كتير شطرين اليوم لعبتنا شوي مختلفة مثل ما شايفين عندي علبتين رح نتخيل أنه هيدا العلبة هي بداية الكلمة وهيدا العلبة هي نهاية الكلمة أو آخرها تذكروا بداية الكلمة وآخر الكلمة ليش عبقلكون هيك؟ لأنه أنا رح فرجيكم صورة أنتوا بتكن تعرفوا شو هي الصورة وتجربوا مع بعض تقولوها على صوت عالي يعني تقولوا الكلمة على صوت عالي بهيدا الطريقة بتسمعوا حرف الدات يهل ترى هو عم نلفزه عم نقوله ببداية الكلمة أو أنه عم نقوله بآخر الكلمة بنهاية الكلمة جاهزين؟ يلا كتير بسيطة وهيني بدأ شوي التركيز أنا بعرف أنه أنتوا قادرين لألا يلا أول صورة أول صورة هي أسد أحسنتم فأذن أول صورة عنيها هي الأسد أسد هلأ اسمعوا كتير منيح حالكم علوا صوتكم وما تستحوا رددوا الكلمة وركزوا منيح يهل ترى الدال د د هيدا الصوت الدال أسد هل هي في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة؟ أسد أسد أحسنتم بنهاية الكلمة فأذن أنا بأي علبة بدي حطها؟ نهاية العلبة كلمة أخرى كلمة أخرى وصورة أخرى شو هي؟ دب 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 هلأ ركزوا منيح الدال وين موجودة؟ في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة؟ يعني أنا عبقولها أول شيء أو عم بلفظها آخر شيء ركزوا ركزوا منيح رددوا الكلمة على صوتها عالي الدب الدب ممتاز الدال في بداية الكلمة فأذن وين بتحطها؟ بهيد العلبة لأنه هي كأنه بداية الكلمة بعد صورة صورة دفتر 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 ممتاز في بداية الكلمة الدال نحطها بهيد العلبة كلمة أخيرة وصورة أخيرة يد 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 سمعوا منيح حالكم؟ يد وانتبهوا وين عم نلفوز الدال؟ هل أول شيء بأول الكلمة؟ أو بآخر الكلمة؟ في بداية الكلمة أو في آخرها؟ يد أحسنتم في آخر الكلمة فإذا منحطها بهيد العلبة أنتوا مع بعض بالبيت فيكن تحذروا بعض كمان وتلعبوها لعبة كتير حلوة ومفيدة دفتر دفتر أسد أسد دب دب تمرين التالي بقول أضع مكان النقط الحرف التالي يعني لدينا أحرف شو هو هيدا الحرف؟ الدال اسمها الدال ولفظها د د ما تنسوا كمان الدال متل ما شايفين في الأصوات الأصيرة معه يعني الفتحة أ د د د والدال المنتصلة لحالة هلا أنتوا اللي عليكم تشوفوا صورة وتجربوا تحطوا الدال المناسبة مكان النقط متل ما ملاحظين في عنا نقط بالصورة يعني بدنا ناخد الدال المناسبة مع الحركة المناسبة ونحطها مكان النقط يا الأول صورة يلي هي دمية دمية أول شي شو عم بسمع؟ أكيد الدال بسمع الدال عمقول د أو د أو د أكيد الد لأنه دمية منشيل الد ومنحطها هون ولأنه ما فينا كبير كتير شو رح أعمل؟ رح نكتب الدال مع الواو د مية د مية الحرف الثاني ربكة ربكة شو قولكم بدي حط هون؟ أي وحدة أي دال الد خلصنا منا بدي حط د أو د أو الدال المتصلة انتبهوا نحنا سبقوا قلنا أنه الدال المتصلة ما بتكون موجود بأول كلمة فإذن نحنا هايدي ما فينا نحطها بقي عنا د أو د أي وحدة ممكن أنا حطها مرأة معنا دربكة قبل تذكروا كتير المية منحط د أو د دربكة أو دربكة أحسنتم أكيد الدال منحط مع الكسرة الكسرة دربكة دمية دربكة صورة تلت أسد أسد هلأ الدال هي هل تقولها بدي اكتبها متصلة أو منفصلة طبعا متصلة فإذن ما أنا نحط الدال المتصلة ما تنسوا المتصلة يعني بدأ تمسك الحرف القبلة الدال ومنطلع ومنكتبها هيك أسد أسد آخر صورة عنا إيها جاجة دجاجة أحسنتم دجاجة أكيد منحط الدال مع الفتحة الدال مع الفتحة نكتب الدال ومنمشي ومنحط الله فتحة فإذن دمية دمية د دربكة أسد أسد دجاجة دجاجة كما قلت لكم الدال المتصلة الدال الماسكة بنشوفها بآخر الكلمة يعني ما بتعد تمسك حدا من هالمين على طول على طول بتمسك من هالمين مثل ما تكتبنا أسد بينما المنفصلة شفتوا كيف تكون بالكلمة د د د د د دمية دربكة أسد دجاجة يلا عجلك تبون لأنه بعد في عنا التمرين هلأ عنا تمرين بيشبه التمرين السابق ولكن فيه شوية اختلاف تمريننا هلأ كمان أضع مكان النقاط بس د د دو دي تابعتوا للاختلاف؟ تمرين السابق كنا بنحط الدال مع الأصوات القصيرة هلأ بنحط الدال مع الأصوات الطويلة مكان النقاط كلنا سوا بنرشي لهون أول صورة تاني صورة والتالت صورة نتبهوا كتير المية فيه نقاط ونحنا بنحط دي دو أو دا دي دو دا أول صورة أنا أكيدة أنه كلكن قلته بيت مظبوط هو بيت بس اليوم رح نغير له اسمه مش لأنه نحنا طالعا بيلنا ولكن فينا نقول بيت وفينا نقول دار دار فإذاً أنا شو عم بلفز أول شي؟ الدال مع أي صوت؟ دار مظبوط مع الألف مع آ فإذاً أي وحدة أنا بدي حط أحسنتم د آ دا دا فإذاً بنحطه هون دار دار البيت عنده كلمة تانية كمان يلي هي دار دار منقول بيت وفينا نقول دار نكتب دار دال مع الألف دار 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 صورة تانية دولاب دولاب كلكم بتعرفوها بس شو أصوات يلي أنا عم بسمعها؟ دولاب بعد في عندي دين يا دي أو دو فإذاً أي وحدة بدي حط دولاب بدي حط الدال مع الواب دو دولاب 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 وآخر صورة يلي هي الوادي وادي تعالوا شو يعني الوادي؟ يعني بيكون بالجبل فيه جبلين وفيه فسحة بالنص هيدا منقله الوادي بين الجبلين يصير في عنا وادي 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 شو آخر صوت عم نسمعو؟ وادي وإي لياء فإذاً؟ دي ما ننحط؟ دي وادي دار دار دولاب دولاب وادي وادي أحسنتم دي دو دا دال مع الأصوات الطويلة شفتوا كيف عم نشد على الكلمة؟ دار دولاب وادي تبحتوا للتمرين السابق؟ كنا مع الأصوات القصيرة دا دو دي هاو بدي منكن على طول تتذكرون لأنه كتير مهمين نحن عم نقرأ الكلمة نقدر نميزها وصلنا لآخر تمرين بحصتنا لليوم التمرين هو أنه أنتو تشوفوا الصورة تعرفوا شو هي الصورة وتقول الكلمة على العالي وتجربوا تكتبوها مش هيني شوي بدأ تركيز ولكن أنا بقول أنه أنتو قادرين تعملوها شايك؟ يلا مع بعض أول صورة أول صورة شو هي؟ دولاب أحسنتم دولاب رددوا الكلمة عيدوا الكلمة على صوت عالي رددوا واسمعوا سمعوا الأحرف يلي أنتو عم تلفزوها عم تطلع بينتمكن عيدوا دولاب دولاب بعد مرة سمعوا سمعوا الصوات اللي عم تلفزوها دولاب أول صوت شو هو؟ دولاب ممتاز صوت الدال أول صوت هو دال دال شو تاني صوت؟ دولاب دولاب شو تاني صوت؟ اللاب ممتاز دولاب دولاب الألف وآخر صوت؟ دولاب دولاب الباء ممتاز أحسنتم بس نحنا يا هلترى فينا نكتبون هين؟ طبعا لا مضبوط لأنه في أصوات موجودة بوسط الكلمة في أحرف موجودة بوسط الكلمة يا هلترى كيف نحنا ما نكتبون؟ أول شي بنبلش بأول حرف الدال نكتبها شي منفصلة أو التصلة؟ أكيد منفصلة لأنه موجودة ببداية الكلبة نكتب دال والواو فالتة ونفصلة طبعا لأنه ما بتمسك الدال ولا بتقدر تمسك حدا منهم اللام اللام دولاب مي بدأ تمسك؟ طبعا بدأ تمسك الألف كيف بدأ تمسك الألف؟ تتذكروا؟ نحنا حطينا اللام بكذا شكل بحلقة سابقة بحنرجع نعيدها اللام المنفصلة اللام المتصلة بأول الكلمة اللام المتصلة في وسط الكلمة واللام المتصلة في آخر الكلمة فإذن منفصلة متصلة يا هل ترى أنا أي لام بدي حطهن؟ أي لام؟ اللام المتصلة مع مي بدأ تمسك؟ بدأ تتصل بالألف كيف شكله مع الألف؟ تتذكروا؟ نحنا قلنا اللام المتصلة مع الواو بتمسكها وبتكون الواو على السطر اللام مع الياء بتمسكها وبتكون الياء على السطر بينما اللام مع الألف كيف بدأ تكون؟ بتكون كتير بسيطة اللام منطولة ومنحط الألف في قلبة شوها نرجع من عيدة كتير هيني لام ومنقعدة علي لاب لاب منفصلة فإذن دو دو لاب طبعا الباء منفصلة لأنه لاب ما بتغطي تمسك دو لاب دو لاب صورة تانية درج درج أول صوت د درج درج ممتاز مع الفتحة د درج صوت التاني ر وآخر صوت ج درج درج يا هل ترى في عنا شي حرف منتصلهم؟ طبعا لا لأنه دال ما بتمسك والر من هاي الميل ما بتمسك ولا من هاي الميل بتمسك دال دايما الرأ صبيعة الحال ما بتمسكها والرأ ما بتمسك الجيل فإذن كله الأحرف منفصلين درج درج دولاب دولاب درج درج فإذن اليوم بحصتنا عملنا مراجعة بسيطة لصوت الدال وللأصوات الطويلة والأصيلة وشفناها كيف بتكون منفصلة ومتصلة وعملنا التمارين أنا أكيدة أن التمارين اللي عملناهن رح ترجعوا تعدوهم بالبيت تبتيروا شاطرين وتصيروا سريعين بالكتابة وبالقراءة وهلأ أنا بدي ودهكم بس قبل ما تنسوا في عنا أغنية الأب جدي سمعوها وتمرنوا على الكلمات النية إلى اللقاء ألف با تا تا جيم ح خ دا ذا را زي زين شيم ص ض ط ض عين غين ف ق ق بتا ف ذا ب ض ج غ وا يا يا أليف أسد دا ض ض تا ش ذا تو جيم جم الح حمار خ غروف دا 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 جا 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 لز را 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 فش سلي زهر سيم صمت شين شمس صاد صوص ضد فناط طائرة ضحطر عين عصفور غين غازل فأفل شقاف قطع كاف والسلام لعبة من منذر نور نحن ها هتلى واوز زياء يا دامة هذه هي الأبشادية هيا نرد يا أصدام يا أصدام